السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب العزاء. طلاب الصف الاول الثانوي. اسعد الله اوقاتكم بكل الخير. مع حل تدريبات كادة واخواتها. تدريبات على افعال المقاربة والرجاء والشروع من كتاب الاضواء عشرين اربع وعشرين. وقبل ما نبدأ نحل لازم تكون عارف ان كادة زي كانة. بس كلمة السر ان كادة الخبر بتاعها خبر جملة فعلية فعلها مضار. دي كلمة السر. ولازم تكون عارف قبل ما تحل. لازم تكون حافز. حالات اكتران خبر كادة واخواتها بان. حالات اكتران الخبر بان. مع كادة وقربة اي حكم الاكتران بان? يقل. مع عسى با او شاكة? يكثر. مع حرة وخلاولاقة? يجب. طيب مع افعال الشروع شرع وانشأ واخذ وبدأ وهب وطفق وجعل اسمها افعال الشروع. حكم اكتران الخبر بان? يمتنع. لازم تكون عارف ان كادة وقربة واو شاكة بتسمى افعال مقاربة. عسى وحرة وخلاولاقة افعال الرجاء. شرع وانشأ واخذ وبدأ وهب وطفق وجعل اسمها افعال الشروع. تعالوا مع بعض نبدأ باول سؤال رقم واحد بيقول ميز الفعل المناسب للدخول على عبارة. القطار يصطدم بالرصيف لو لا براعة السائق. هنا العبارة دي الجملة دي دلت على المقاربة ولا الرجاء ولا الشروع. بتقول القطار يصطدم ارب اقترب على الاستضام لو لا براعة السائق. يبا بتدل على الاقتراب على المقاربة. طب ايه افعال المقاربة كادة كاروبة او شاكة. في منهم ايه هنا ما فيش غير كاروبة. انما حرة وخلاولاقة بتفيد الرجاء لو انت بترجو ان القطار يصطدم. العبارة ملهاش دعوه بالمعنى ده. وطفق بمعنى بدأ. بدأ انه يصطدم. لا هو ما اصطدمش. ده هنا القطار اقترب من الاستضام لو لا براعة السائق. اتنين. حدد الجملة التي ورد فيها الفعل بدأ ناقصا. طالما ناقص اول حاجة بتدور عليها خبر جملة فعلية. بدأت دروسي مراجع ما فيش اصلا خبر جملة فعلية. بدأت الحديث معاتبا ما فيش خبر جملة فعلية. بدأت الدولتان تبادل 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 دي اسمه اصلا. اللي هي المصدر تبادل تبادل. انما في جيم بدأت اراجع اراجع. ادي جملة فعلية هو. هنا بدأ طالما في خبر جملة فعلية يبقى دي ناقصة. يعني ناقصة يعني لها اسم وخبر. يعني تامة يعني فعل وفعل. تلاتة. عسى الامتحان ان ينتهي. حكم اكتران انت حافز على طول. حكم اكتران كده وقربة يقل. عسى بقى شكة? يكثر. هنا عسى يبقى على طول اخد يكثر. اربعة. اخذ الطالب مصروفه من ابي. بين نوع الفعل اخذها. طيب في خبر جملة فعلية? اخذ الطالب مفيش جملة فعلية. يبقى دي تامة فعل وفاعل. يبقى نوع الفعل اخذها ده فعل تام. يبقى نشيل كده النقص. طيب هو تامة معرب ولا مبني? اخذ ده ماضي. الماضي دايما مبني. يبقى اخد تامة مبني. خمسة. بدأ الطالب الدرس وهو يجتهد. ما محل جملة يجتهد? اه هو يجتهد. كل للضمائر اي ضمير بداية جملة جديدة وبيكون مبتدأ? اي ضمير منفصل? ضمير مبني في محل رفع مبتدأ اللي بعده ده خبر. يبقى يجتهد دي الخبر. خبر جملة فعلية. اقول له جملة فعلية في محل رفع خبر للمبتدأ. محل نص بحال لا. نص بخبر اللي بدأ لا. رفع نعت لا. اهيه. رفع خبر للمبتدأ هو. ستة قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ميز المحل الاعرابي لقوله ان تكرهوا. خلي بالك ان عسى. ومعاها كمان او شاكة. لو ما فيش اسم لا قبلها ولا بعدها اسم ظاهر هتبقى تامة. واللي بعدها المصدر المؤول ده هيكون فاعل. يعني هنا المصدر المؤول انو الفعل المضارع ده في محل رفع فاعل. سابعة. شرع الاسلام ينظم في خبر جملة فعلية. شرع الاسلام احكاما ما فيش خبر جملة فعلية. في الجملة الاولى في خبر جملة فعلية هتبقى ناقصة يعني الاسلام اسم شرعه اهو اسم شرعه. وفي الجملة التانية شرع الاسلام احكاما ما فيش اصلا خبر جملة فعلية تبقى تم فعل وفاعل يعني الاسلام هتبقى فاعل مرفع وعليم يترفع ضمن. تمانية. ابوك فاعل الخير. ازا وضع الفعل شرعه في بداية الجملة تصبح صياغتها. شرعه على طول ما احنا عارفين طبعا ان كده واخواتها زي كان اسمها بيكون مرفوع. هو الشرعة ابوك. اباك لا مش هتنفع. شرعة ابوك ادور بقى على خبر جملة فعلية. فعلا لا مش هتنفع. طيب يفعل ولا ان يفعل? احنا عارفين طبعا مع شرعة افعال الشروع. حكم اكترنا بان يمتنع. ما ينفعش يكون في ان. يبقى خلاص هي. شرعة ابوك يفعل الخير. تسعة. اخذ الطالب يقرأ في خبر جملة فعلية. اخذ الطالب الكتاب. حدد اعراب كلمة الطالب. طالما خبر جملة فعلية تبقى ناقصها تبقى اسم. لأ مش فاعل. اسم اخذ اهو اسم اخذ والتانية دي تامة. اخذ الطالب دي الفاعل. عشرة. اصبح اللاعبون سعداء عندما حققوا الفوز في المباراة. ميز اعراب كلمتين. اللاعبون وسعداء. اصبح اللاعبون اسم اصبح مرفوع علامة رفع الواو. طيب سعداء دي خبر اصبح. خبر اصبح منصوب. علامة نصب الفاتحة. يبقى الاجابة الصحاحة هيه رقم الف. اسم اصبح مرفوع علامة رفع الواو. جمع مزكر سالم. وسعداء خبر اصبح منصوب علامة نصب الفاتحة. حداشر قال تعالى يا كاد وسنبرقه يذهبوا بالابصار. جملة يذهبوا بالابصار في محل ايه? يا كاد اللي هي يا كادة. سنة اسمها اسم يا كاد. سنبرقه ايه? يذهبوا. دي خبر جملة فعلية دي خبر كادة. وخبر كادة بيكون منصوب. يبقى في محل نصب خبر يا كادة او خبر كادة. اتناشر اخذ العلم ان يسخر الطبيعة. في العبارة خطأ. صوابوا ايه? هو فين الخطأ? احنا عارفين ان اخذ دي من افعال الشروع بيمتنع اهو. يمتنع اكتران الخبر بان. ما ينفحش يكون في ايه. او الاخذ العلم اسمها بيكون مرفوع. العلم وتنفحش العلم يبقى العلم. والخبر جملة فعلية يمتنع ما ينفحش يكون في ايه. يمتنع اكترانه بان. طب نقول يسخر ولا يسخره? لا ده مرفوع. هو لو قبل ايه انه يكون منصوب يسخره. هنا مرفوع مفيش ان يبقى اخذ العلم يسخره الطبيعة. السؤال اللي بعد كده رقم تلتاشر او شاكا اللاعب ان يسجل هدفا. ميز الجملة الصحيحة عند جمع كلمة اللاعب. او شاكا. برضو الخبر مرفوع يبقى نقول اللاعبون نمسح ده. نشطب اصلا الف وجيم. يبقى اللاعبون او شاكا اللاعبون. طيب او شاكا. خكم اكترانها بان. او شاكا بيكثر. يعني ينفع يكون اصلا موجود وينفع ما يكونش موجود. هو اصلا في الحالتين حاطة ان. طيب نقول يسجلون ولا يسجلوا? لو لوحدها من غير ان ينفع نقول يسجلون. كده تبقى صح. بس طالما ان موجودة يبقى الفعل المضارع ده منصوب بحسف النون ده فعل خمسة. يبقى هناخد دالة او شاكا اللاعبون ان يسجلوا هدفا. اربعتاشر شارعة مصر بشبابها تترسم الخطة نحو تحقيق الامن والرخاء. مصر تعرب من اللي شرعت او دي شرعة. مصر دي اسمي شرعة. وعايز اعرب مصري با اسمي شرعت. خمستاشر قال الشاعر ارى تحت الرمادي وميضة نار ويشكى ان يكون له درامو. اعراب كلمة درام. خلي بالك ابلاه يكون. يكون درام دي مرفوعة. طرعوا مرفوعة با اسمي يكون. كان اصلاه درام له. يبقى درام دي اسمي يكون مؤخر وله الجر والمجرور ده خبر مقدم. ستاشر انشاء الرجل يتقن عمله. اعراب كلمة الرجل. في خبر جملة فعلية? ايوة. طيب تبقى ناقصة. اسمها وخبارها. يبقى الرجل اسمي انشاء. اسمي انشاء مرفع علامة رفع الضم. سبعتاشر اخذ الموظف راتبه الشهري. ما تحته خط. ما فيش خبر جملة فعلية تبقى تام. فعل وفاعل. اخذ فعل الموظف فاعل. ماذا اخذ? راتبه. مفعول به. يبقى نعريبها مفعول به منصوب علامة نصب الفاتحة. تمنتاشر قال الشاعر. ولو سئل الناس التراب لأوشاكو. اذا قيل هاتو ان يملو يمنعو. الضميران في اوشاكو يملو. هنا عندنا لو سئل الناس التراب لأوشاكو. اللي هي اوشاكة. الواو اسمه اوشاكة. لانهو في خبر جملة فعلية. اوشاكو ايه? ان يملو. اهو الخبر في خبر جملة فعلية. يبقى الواو دي اسمه اوشاكة. يبقى هنا الواو ضمير متصر مبني في محل رفع اسمه اوشاكة. يبقى مش فاعل. يبقى الف وجيم غلط. طيب عندنا هنا يملو. ان يملو. هنا يملو دي فعل من الافعال الخمسة ومنصوب علشان ان فعله مدرع منصوبه علينا Blue حاسف النون والجماعة ضمير متصر مبني فيه محل رفع فاعل. يبقى الاول اسم لأوشاكة اسم لفعل ناسخ. والتانية فاعل. فيه محل رفع فعالي. تسعتاشر. اخلولاقة المطر ينزل. اهو عندنا هنا خبر جملة فعالية هو. ينزل. الجملة خطأ. صوابها ايه? احنا عندنا ان اخلولاقة حرى واخلولاقة بيجب اكتران الخبر بان. لازم يكون في ان. ما ينفعش الاول سينزل. وما ينفعش نقول ينزل على طول. يبقى لازم نقول ان ينزل. بس ما ينفعش يكون مرفوعة. طالما انا هيكون منصوب ان ينزل. اهي اخلولاقة المطر. المطر دي اسم اخلولاقة مرفوع بالضمة. ما ينفعش برضو يكون في فتحة. عشرين. بدأ الطالب يحب زملائه. جملة يحب زملائه. في محل ايه? بدأ الطالب. الطالب ماله? الطالب يحب. ايه في خبر جملة فعلية. يبقى هنا الجملة الفعلية خبر اللي بدأ. خبر بدأ منصوب. يبقى في محل نصب خبر اللي بدأ. اللي هي الفعل النازخ. واحد وعشرين. قال الشاعر. كرب القلب من جواه يذوب. حين قال لوشاته هند غضوبه. هنا بيقول لنا خبر كربة. كربة القلب لاسمها. القلب ماله من جواه. ايه ماله يذوب. يبقى الخبر اهو يذوب. جملة فعلية. بدأ القمر. بدأ القمر لنجعل بدأ فعل ناقص تكون الجملة. ناقص يعني خبر جملة فعلي. اهو بدأ القمر في الظهور لا. القمر ساطيعا لا. القمر ان يظهر ما احنا عارفين طبعا اني بدأ حكم اكترونها باني بيمتنع افعل الشروع. يبقى بدأ القمر يظهر. تلاتة وعشرين قال الشاعر سقاها ذو الاحلامي سجلا على الزمى. وقد كربت اعناقها ان تقطع. حكم اكتران كربة. دي سابت. انت عارف طبعا كده وكربة. حكم اكترانها يقل. سؤال اربعة وعشرين. انشاء المهندس مبنى رائع. مبنى رائعا. انشاء المهندس يبني. اه هنا ما فيش خبر جملة فعلية في الاولى. في التانية ايوة في خبر جملة فعلية يبني بناءا رائعا. طالما في الجملة الاولى ما فيش خبر جملة فعلية تبقى تامة فعله فاعل. يعني المهندس هتكون فاعل. لا مش اسمه انشاء. ومش مفعول به هتكون فاعل. وفي الجملة التانية هتكون ناقصة لان في خبر جملة فعلية هتكون اسم انشاء. مش خبر انشاء. يبقى ناخد فاعل واسمه انشاء. خمسة وعشرين. هبى الجندي مدافعا عن وطنه. حدد ما يحدث من تغيير لما تحتوه خط عند جعل الفعل ناسخا. علشان يكون ناسخ. هنخليه الخبر جملة فعلية. يبقى هبى الجندي هنخليها بدل مدافع هتبقى يدافع. وخلي بالك ان هبى من افعال الشروع يمتنع الاقتران بان. وما ينفعش يكون اسم. ما ينفعش يكون اسم يبقى نقول يدافع. هبى الجندي يدافع. ميز مما يأتي الجملة التي يقل اقتران الخبر بان بيقل مع مين? مع كيدا وكاروبة. مفيش منهم غير كاروبة اهي كاروبة الازمة ان تنفرج. حرى? لا حرى وخلولاقة بيجب اقتران الخبر بان. طيب او شكا? بيكسر. يبقى مفيش بيقل غير كاروبة. سبع وعشرين كان السلام يعم ارجاء المعمورة. عند جعل الفعل الناسخ للرجاء. تكون ايه افعال الرجاء? خفزهم عسى وحرى وخلولاقة. هنا عندنا اتنين? حرى وخلولاقة. يبقى الف وجم مش هينفعه. لان طفقة من افعال الشروع واو شكا من افعال المقاربة. يبقى افعال الرجاء اللي هنا عندنا حرى وخلولاقة. طيب احنا عارفين طبعا ان حرى وخلولاقة بيجب اقتران الخبر بان. طيب هنا في باق مفيش ان تبقى غلط. يبقى هنختار اللي فيها ان. اخلولاقة السلام ان يعوم. تمانية وعشرين. بدأ خلي بالك ان دي بدأ مش بدأ. بدأ يعني ظهر. بدأ الرجل يحسن الى اقرانه. هنا الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف احوال الرجل دي معرفة وصفناه هنا بانه بيحسن. بس دي بعد معرفة. الجمل بعد النكرات صفات بعد المعارف احوال. يبقى الجملة دي حال. جملة فعلية في محل نصب حال. يبقى هنا مفيش نصب حال غير الف اهي نصب حال. وهنا بدأ بقى بدأ الرجل اي اهي يحسن. اه دي بدأ. يبقى الجملة الفعلية هنا خبر اللي بدأ. يبقى في الجملة الاولى هنا دي بدأ مش بدأ هتكون جملة فعلية في محل نصب حال. وبدأ الرجل يحسن الى اقرانه هتكون خبر لبدأ. في محل نصب خبر لبدأ. تسعة وعشرين قال شوقي قم للمعلم وفه التبجيلة. كاد المعلم ان يكون رسولا. اعرب كلمة رسول. اهو. ان يكون. مالكش دعب كادا. في يكون هي. يكون هو رسولا. دي خبر يكون. خبر يكون منصوب علامة نصب الفاتحة. قال الشاعر لجل فؤاد فما عسى ان يصنعه. ولقد نصحت فلم ارد ان اسمعه. صبرا جميلا فلعل او عسى. يورق عود الوصل بعدما عسى. بيقول لنا حد النوع الفعل الذي تحتهو خط في كل بيت من حيث التمام والنقصان. تام ولا ناقص? اهو لجل فؤاد فما عسى. عسى ايه? ان يصنع. في خبر يبقى ناقص. وفي الشطر التاني صبرا جميلا فلعل او عسى ايه? عسى يورقه. طيب في واحدة فيها ان? واحدة ما فيهاش ان? عادي خالص ما بيكثر اكتران الخبر بان. ينفع يكون موجود ان وينفع ما تكونش موجودة. ففي الحالتين اصلا ده ناقص. يبقى هنختار باك كلاهما ناقصان. واحدة ثلاثين قال الشاعر يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها. خبر يوشك. يوشك ايه? بدور على الخبر جملة الفعلية. من فر الهرب من منيته الهرب من الموت في بعض غراته يوقعه الخبر هو. يوافقها. خبر جملة فعلية. يبقى اختار يوافقها. اتنين ثلاثين قال تعالى فعصى الله ان يأتي بالفتح او امر من عنده. اسم الفعل الناسخ في الاية السابقة. عندنا عاشه فين اسمها الله. لفظ الجلالة. يبقى هنا لفظ الجلالة الله ده هنا ده اسم الفعل الناسخ. ثلاثة وثلاثين قال تعالى وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة. خبر الفعل الناسخ. الفعل الناسخ عندنا طفقة. فين اسمها? الاف الاسنين. الف اسنين اسمها ده هو اع liberated الخبر. تفق ايه? يخصفان. يبقى الجملة الفعلية يخصفان. دي خبر طافقة. اربعة وتلاتين. قال الشاعر. القلب او شكا. ان يشق الاضلعة. شوقا الى المحبوب حتى يرجع. ما تحته خط. يشق الاضلعة. نعربها ايه? او شكا هو ان يشق دي خبر او شكا. يبقى دي جملة فعلية في محل نصب خبر او شكا. يبقى نقول له هباء نصب خبر او شكا. خمسة وتلاتين قضيته الليلة في كرب يقضي على ده الكرب. ده ملايش دعوه بكرب خالص. الكرب دي اسمه مجرور عادي خالص. هي مش فعلة اصلا. مش فعل ما فيش غير واحدة هي اسم. اسم مجروره علامة جر الكسرة. يعني اسمه معرب علامة اعراب اصلية. علامات الاعراب الاصلية مرفوع بالضامة منصب الفتحة مجرور بالكسر. ستة وتلاتين. ميز خبر الفعل الناسخ في قوله تعالى فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحمكم. اهو عندنا عسى. فين اسمها? الضمير. فين الخبر? فين خبر عسى? هو عايز الخبر. فهل عسيتم ان توليتم? عسيتم ايه? ان تفسدوا. اه الخبر اهو. ان تفسدوا. ده خبر جملة فعلية. سبعة وتلاتين. شرع الامام يرشدنا. شرعه اه في خبر جملة فعلية تبقى ناقصة. يبقى الامام هنا موقع جملة يرشدنا. هنا الامام دي اسم شرعه. يبقى يرشدنا هنا في الجملة الاولى دي خبر لشرعة. طيب في الجملة التانية. لا مش شرعة. خلي بالك من التشكيل دي شرعة. دي اسم دي مبتدى. شرعو. شرع الله يرشدنا. شرعة مبتدى. والله دي مضاف لي لفظ الجلالة. مضاف ليه? ما له الشرع? يرشدنا. دي خبر جملة فعلية. يبقى في الجملة الاولى جملة يرشدنا دي خبر لشرعة. وخبر شرعة بيكون منصوب. يبقى الاولى في محل نصب خبر شرعة. وفي الجملة التانية دي خبر المبتدأ اللي هو شارع والثانية في محل رفع خبر المبتدأ تمانية وتلاتين الجنديان كادة اللي هو جاية من الكيد مش من كادة بتاعتنا كادة لعدوهم دي فعل مواطي يبقى هنا فعل تام الجنديان كادة اهو كادة ايه دي من كادة بقى كادة واسمها الف الاسنين وعندنا يقتلان دي خبر جملة فعلية يبقى هنا في الجملة الاولى ان كادة تامة وفي الجملة التانية دي كادة ناقصة يبقى ناخد الاول تام والثاني ناقص. تسعة وتلاتين. كلما اصبحت شكرت الله على نعمائه. التا في كلمة اصبحت. اصبحت ايه? ما فيش خبر. تبقى تام. تبقى فاعل. يبقى في محل رفع فاعل. اربعين قال تعالى ان ابراهيم كان امة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. اعراب ما تحتوي خط على الترتيب. ان ابراهيم كان. خلي بالك ايه? كان. فين اسمها? طمير مستثر. تقدروا هو. امتا خبر كان. قانتا خبر برضو. حنيفا برضو خبر. كلها اخبار للفعل الناقص كان. والى هنا نصل الى نهاية حل التدريبات. بتمنى لكم التوفيق. اترككم في رعاية الله وامني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.